قالت مديرة الهيئة العامة لشراكة بين القطاعين العام والخاص فضيل الحسن أن الهيئة تعكف حالياً بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء ومعهد الكويت الأبحاث العلمية على تعيين جهة استشارية تتولى دراسة وطرح مشاريع إنتاج الكهرباء بمصادر الطاقة المتجددة وأضافت الحسن أن أبرز المشاريع المستقبلية في مجال الطاقة البديلة حالياً تتمثل في مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية والمرحلة الثالثة بمشروع مجمع الشقاية للطاقة المتجددة التي من المزمع أن تنتج نحو 3000 ميجاوات